مرحبا يوتيوب في هذا الفيديو سأوضح لك كيفية استخدام الياف الليزر الخاصة بك للقيام بنقوش 3D أولا تريد فقط استيراد ملف STL الخاص بك باستخدام أيقونة الطبقات المكدسة الخضراء وبعد ذلك بمجرد تحديد ملف STL الذي تريده اعتمادا على الحجم فإن البرنامج سيستغرق الأمر وقتا طويلا أو قصيرا لقراءة المعلومات لذا فقط أعطها بعضا حان الوقت للتخزين المؤقت إذا استغرق الأمر وقتا طويلا بمجرد الانتهاء من التخزين المؤقت لملف STL فأنت تريد الانتقال إلى الزاوية اليمنى العليا هناك قائمة تقول اظهار 3D انقر فوق ذلك وسيعطيك معاينة ثلاثية الأبعاد STL الخاص بك ثم انتقل إلى هذه القائمة المنسدلة وحدد كائن نحتا عميق وثم يجب أن يمنحك المعاينة الخاصة بك ونوعا من السحب لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى ذلك إصلاح 3D STL انتقل إلى وضع المقياس بمجرد أن تكون في وضع المقياس حدد مستوى Z الخاص بك وقم بتغييره إلى أي شيء حجم المادة لتستخدمها ثم قم بتغيير الأبعاد X و Y إذا كنت تريد ذلك جعلها أصغر أو أكبر الأمر متروك لك حقا ثم انتقل إلى وضع الحركة الخاص بك وانتقل إلى أسفل المستوى Z واللعب مع Z السلبية بمرد القيام بلايما يسمى أن تشوي ملف STL الخاص بك وزبع وننظر بشكل صحيح على كيفية أريدها ثم انتقل إلى طبقة جديدة لمخطة تفصيل لأنه ما أصنع هذا نقش محدد بحيث يخرج بدلا من الدخول في المعدن ثم فقط تصديره كDXF ثم العودة إلى STL 3D الخاص بك ثم بمجرد القيام بذلك ترب إلى نحتك العميق ثم انتقل إلى أيقونة النقاط الثلاث ثم قم باستيراد دائرتك وصنعها تأكد من توصيد كل شيء بحيث يكون لديك ملف في المنتصف ومن ثم يكون لديك أيضا المخطط التفصيلي مركز لقواتك تأكد من استخدام 100 سرعة ونطاق متوسط من السرعة ثم للتردد تذهب مع التردد المنخفض هذا يعمل بشكل أفضل للنقوش 3D بمجرد وضع الإعدادات التي تريدها انتقل إلى خطة العلامات الخاصة بك ثم سيظهر لك عدد N مقدار الطبقات التي ستزيلها على الليزر ببساطة يمكنك التنقل إلى شريط اللسق الخاص بك وسحب وسيظهر كل طبقة للعلامة تستطيع الانتقال لنهايته أخذ الرقم وتنفيذه في اتجاهاتك ثم تطبقه النتائج ستختلف بحسب ملف STL ولكن لاحظت أن 900 كانت علامة النهاية مما يسهل العملية ويسرعها بمجرد اختيارك للعدادات المناسبة ستكون مستعدا فعليا للعلامة عن الفرق بين نقش محدب ومقعر هو طريقة ظهور النقش إذا اخترت المقعر سيكون النقش الناتج عكسي سيظهر النقش كأنه مقلوب أي أنه يظهر أكثر في المعدن عند اختيارك للمحدب تأكد أن الدائرة أو المخطط تحمل الحجم نفسه أو تحمل مخطط كل ما تقوم به اخترت الدائرة لسهولة صنع المخطط ولكن إذا كان شكلك أكثر تعقيدا ستواجه خطوات أكثر في التخطيط للمحدب الأمر يعود لك فيما ترغب فيه وكيف تريد منتجك النهائي أن يبدو استغرق الأمر حوالي 36 ساعة كان القطر 52 ملم في 52 ملم أوصي بشفاط غبار مع ذلك عند انتهاء الكل قمت بتلميعه وإزالة الغبار منه فهذه هو شكله أتمنى أن يكون هذا مفيدا قم بالتعليق إذا كان لديك أي أسئلة